السلام عليكم و اهلا بكم في عالم اماني النهاردة بقى جايالكم بريفيو جديد او تصويت جديد في عالم اماني مشتريات مفيدة من مشترياتي يعني ايه اللي ممكن نشتري ويفيدنا في مطبخنا و ايه اللي نبعد عنه خالص الهند بلندر فيه 3 اسئلة كمان في الفيديو ياريت تجاوبوهم وتردوا علي عشان كلنا نستفيد و نعرف كده ايه الحاجات المفيدة بالنسبة لنا و اللي هتفيدنا جدا و هتريحنا في مطبخنا يلا بينا نسمي باسم الله و نشوف الهند بلندر اللي اشتريته يا ترى ايه مميزاته و ايه الحاجات اللي ممكن تفيدني في مطبخي الصراحة انا كنت محتاجيه هنعرف كل استجداماته و كل حاجته الهند بلندر ده اربعة في واحد يعني ايه اربعة في واحد يعني هند بلندر و اللي هو الشفشق ده اللي بيجي معاه و كمان معايا كبة و معايا مطرب يلا نتفرج على المطرب والكبة و كل محتويات العلبة دي بسم الله الرحمن الرحيم هنقل سعره و هنقل كم وات و هنقل كل حاجة عنه علشان نعرف لما نيجي نشتري هند بلندر ازاي نشتريه و ازاي ننقيه اول حاجة ده المطور اللي بيدخل فيه كل اسلحة الهند بلندر ده لو انت جاي بقى المحتويات دي معاه معاه فيه سرعتين بالشكل ده و المكان دوت اللي هو بيركب فيه الاسلحة كلها السؤال بقى الاولاني المكان ده المفروض بيبقى بلاستيك كده من جوه زي ما انتم شايفين كده المنظر ده ولا المفروض بيبقى ستيل زي بقيت الهند بلندر ياريت تجاوبوني و ده كده ايه اول سؤال معانا ناقص اتنين خلوكم معايا لاخر الفيديو علشان الاسئلة كمان مفيدة و هتخليكم ازاي تعرفوا تختاروا الهند بلندر لما تيجوا تشتروه تشتروه حاجة كويسة بالشكل ده و ده الشفشق اللي بيبقى معاه اللي هو بتحطي بتعملي فيه بقى كل حاجة انت عاوزة تستخدميها عاوزة تحطي فيه مثلا الهند بلندر عبال ما تتجهزي حاجتيك علشان مثلا ما يقعش منك او كده يعني الشفشق ده مفيد لحاجات كتير قوي بالشكل ده انا بركب السلاح بتاع الهند بلندر هيا دي السلستين كله مفيش بس للكطعة اللي فوق بس هي بصراحة لونه مطلع جميل قوي وجميل قوي و هقولوكو انا اشتريته ازاي بالشكل ده اهو تشفشق كده ده بتحطي جنبك عايزة تعملي فيه العصير ماش تمام عايزة تعملي بيه اي حاجة او كي مش هتستخدميه في حاجة و هتستخدمي حاجتك يبقى بتسندي فيه كده الهند بلندر عبال ما بتجهزي بقيت حاكتك كده فوايده كتير قوي قوي الشفشق اللي مع الهند بلندر ده فيه هند بلندر بيباع بالشفشق بس يعني مش كل الحاجات اللي معيه بس انا لقيته بصراحة اربعة في واحد والحاجات كلها مفيدة يعني انا مش عارف انا كده اخترت صح ولا ده المضرب اللي معاه برضو بيركب كده في نفس المطور احنا اتفقنا المطور اللي بيركب فيه الكتع كلها اللي معاه انما لو انت مش معاكي هدايا زي دي او كتع زي دي بيبقى بس السلاح اللي هناك ده اللي هو ايه بتاع الهند بلندر الاصلي وبس والشفشق المفروض تمام كده او الدورة زي ما بتسمي ده كده المضرب يعني سلستين كله برضو بالشكل ده السؤال التاني بقى برضو الحتة دي بلاستيك بس انا معرفتش بصراحة ركبت المضرب بالشكل ده ومعرفتش اخرجه تاني منها السؤال التاني بقى اللي يعرف ازاي بيخرج ويعرف طريقته ياريت يقولي في التعليقات هادي السؤال التاني نيجي بقى نتفرج على الكبه اللي مع العرض يعني انا اشتريته عرض اونلاين تمام كده عشان قبل ما انسى انا اشتريته من جميع اخترت لقيته عند بلندر قويس مع حاجات كتير ممكن تفيدني في المطبخ انا طبعا عندي كبه نعملالكو ريفيو عن الكبه السلستين بتاعتي بس برضو مش مشكلة زيادة الكبه كبتي زيادة الخرخيرين زي ما بيقوله الكبه هي بالشكل ده كبه دي بسكنتين هي برضو الحتة دي بلاستيك انا عايزة برضو يعني ده اللي دايقني بصراحة في الموضوع انا كنت عايزها سلستين لان اسمعت ان ما بتبقى ستلس بتكون اقوى فانا مش عارفة هل ده نوع معالج من البلاستيك ممكن يعيش ولا لا برضو فاهموني كل حاجة وما تنسوش برضو تقولولي الجزء اللي في المطور بتاع الهند بلندر اللي هو القطع الاساسية المفروض بيكون بيلسج بالشكل ده ولا المفروض ستيل السؤال بقى واخر السؤال معنا استخدامات الهند بلندر كل واحدة كده تكتبلي استخداماته عشان كلانا نستفيد ويبقى الفيديو كله مفيد بالنسبة لنا او اعتنسى اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفي عالم امان ولو بيعجبكو النوع ده من الفيديوهات الريفيوهات والمنتجات والحاجات دي اكتبولي برضو في التعليقات علشان ابقى عارفة ايه اللي بتستفيدوا منه في القناة طب واحدة تستقلني طب يا اماني لو ما عنديش كبة اشتري برضو الهند بلندر لا طبعا يبقى الاولى الكبة والخلاط بعد كده يجي بعديهم الهند بلندر يعني وكمان يعني لو بتجهزي عروسة يبقى ده الترتيب الكبة وبعتني الهند بلندر لا سوري الكبة وبعتني الخلاط وبعدين اخر حاجة خلص الهند بلندر ده لو امكان ومعك تشتريه يعني الهند بلندر بيجي مكمل للاساسي كبة وخلاط تمام كده بس بصراحة من ناحية مفيدة ومفيد جدا طبعا بتحطي لو حل على النار وعايزة تعملي حاجة تعملي عتل تعملي فواكه هتعملي مثلا الصلصة بدل ما تعودت نقلي من خلاط للحل ومن الحل للخلاط لا طبعا بتحط الهند بلندر على طول في حلة الصلصة وبتسلصلي القوطة بسهولة جدا بعد كده ما ننساش بقى نجاوب الاسئلة ودي كده الكتع كلها اللي قدناها الكبه والشفشق بتاع الهند بلندر والمضرب اللي انا مش عارف افكه يا ريت تقولولي هفكه ازاي انا مش لقياله ولا اي ازرار ولا اي حاجة هل اسيبه كده وخلاص مفيش مشكلة هي كده كده الكتع دي مش بتستخدم الى للمضرب بس اللي هي رجبة فيه الرمان دي دي ودي الهند بلندر الستيل بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده شكله اوه بالنسبة لسعر ونسيت اقولكم 400 جنيه بمصاريف الشحن بكله لان انا جبته زي ما قلت لكم من ايه من جميع عن طريق الانترنت طب كم واط يا اماني ده 500 واط يعني انا قلت خير الامور الوسط لقيت بصراحة ناس شكرة فيه وعليت تعليقات حلوة قوي فقلت اشتري اجرب سكاني هو نوعه سكاني واعطي انسوا اللايك وسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة